السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نهاردنا نتكلم مع بعض عن القيمة الثالثة وهي قيمة المصابرة من الجدار في محترم الأخر مع المنية للطبط الثالث الاجتدائي وهي القيمة الأخيرة من المحور الثالث وهو كيف يعمل العالم المصابرة في البداية عايزين نعرف معنا المصابرة المصابرة هي المواظبة والاستمرار والصبر حتى نصل إلى الهدف المرجو يبقى عندنا واجهة المشكلات علينا البحث عن حلول مختلفة حتى نصل إلى الهدف المرجو يبقى عند مواجهة المشكلات علينا البحث عن حلول مختلفة حتى نصل إلى الهدف المرجو يبقى احنا كده في البداية عند حل المشكلات وهو المصابرة علينا الاستمرار والمواظبة حتى نبحث عن كل الحلول المختلفة حتى نصل إلى الهدف المرجو الشخصيات اللي معانا في القصة معانا مرجان ومعانا أستاذ منصور ومعانا حسن وكريم ودي الشخصيات اللي معانا في القصة بالمدرسة نلعب واحد كمير وفي الفصحة يلعب كثير من التلانيذ كرة القدم كان مرجان وبعض زمنائه يحبون كرة تنس الطاولة وكان تلانيذ آخرون يحبون الكرة الطائرة وكانوا لا يستمتعون بالفصحة لأنهم لا يجدون مكانا لألعابهم المفضلة يبقى في البداية كان المدرسة أو في ناء المدرسة لا يوجد فيه ألا ملعب واحد وهو كرة القدم وكده بالتالي أن الأطفال لهم يلعبوا أو التلانيذ اللي بلعبوا كرة القدم هم بس اللي بيستمتعوا بالفصحة بتاعتهم لكن التلانيذ اللي بيحبوا تنس الطاولة أو الكرة الطائرة لا يوجد لهم مكان أنهم يلعبوا فيه أو مفيش اللي ببتاعتهم موجودة فعلشان كده هم بقى مش مستمتعين ذهب مرجان وبعض زمنائه إلى الأستاذ منصور مدرس التربية المدنية وعرض عليه مشكلة فقال لهم ليست هناك مشكلة ما دمنا نستطيع أن نفكر في حلول وأن نعمل بجد على تنبذة وهنا الأستاذ منصور يعتبر بيسرحقين للمصابرة وهو بيقول لهم أن ما دمنا نفكر في حلول فنعم ونعمل بجد على تنبذها يبقى مسيس مشكلة قال حسن لماذا لا نقوم بتقسيم الملعب بيننا وبين لعاب كرة القدم وقال كريم لماذا لا نطلب من الأستاذة سناء ناظرة المدرسة متعادتنا في شراء الألعاب هنا كل واحد قد من افتراحه حسن قال ليه ما نقسمش الملعب بيننا وبين اللي هما لعاب كرة القدم وقال كريم لماذا لا نطلب من الأستاذة سناء اللي هي مجرس المدرسة نتقدم لهم المساعدات أن هما يشتروا الألعاب الجديدة في اليوم التالي اجتبع الأستاذة منصور بتلاميذ وزعبوا إلى الملعب للتفكير في كيفية تقسيمه لكنهم سرعانا ما أدركوا أن الملعب لن يتنزع لوجود لعابتين معا يبقى هنا هما كانوا مدائين أن هما لم يدركوا أن الملعب لن يتنزع لوجود لعابتين يعني الملعب بتاعهم أو في المدرسة هما شايفين الصغية مش هيتنزع أو لم يستطيع أن يتنزع لوجود لعابتين وعندما ذهبوا إلى الأستاذة سناء يبقى عندما ذهب الأستاذة منصور معا كريم لعرض الأمر على الأستاذة سناء قالت لهم يا لها من فكرة جميلة يبقى هنا جالها فكرة إزاي هما هيلعبوا أو إزاي هيعملوا الألعاب الأخرى في نفس الفناء المدرسة ولكن يمكن تنفيذها في العام الدراسي المغبل حتى نستطيع سراء الأدوات اللازمة يبقى هنا هي حلت لهم المشكلة أن الفناء هما كان فناء المدرسة قالوا أن هو لن يتفع لكن هي حلت لهم المشكلة ولكن قالت إن شاء الله هنشتري الأدوات اللازمة للألعاب الألعاب الدراسي المقبل وفي المساء جلس مرجان حزينة مصوا الصورة هنا حزينة إزاي وبيفكر وتذكر قول الأستاذ منصور أنه ليس هناك مشكلة ما ضمن نستطيع أن نفكر وما ضمن نحرف على المصابرة وفجأة خطرت له فكرة في الصورة هنا فجأة خطرت لمن؟ لمرجان الفكرة في الصباح استيقظ مرجان متحمسا لمشاركة أصدقاء فكرته وعندما اكتبع لهم الأستاذ منصور وقال مرجان هنا نستطيع أن نلعب الكرة الطائرة إذا وضعنا الشبكة بين الشجرتين يبا هي هذه الفكرة اللي خطرت له وهو أما كان حزين في غرفته وكان بيفكر وخطرت له أنه هو إزاي يعمل كرة الطائرة وقال هو ده المكان المناسب ولكن أستاذ منصور قال له ولكن هذا مدر بالأسجار ويمكننا أن نطلب من مدرس الصناعة الجداء لنا عمودين من الخشب رد مرجان ويمكننا أن نعيد استخدامه بعد شباك الصيد الخاصة بوالدي بعد أن أستأذنه يبا هو هنا الأستاذ منصور قال له إن إحنا كده هنضرب الأسجار وإحنا عملنا بين الشجرتين بس إحنا ممكن نكلم أو نطلب من مدرس الصناعة يطلب عمودين ومرجان قال له وأنا ممكن أخذ شباك الصيد من والدي بس بعد أن أستأذنه اللي هي الشباك اللي هو لم يعد يستخدمها والده بس هيستأذن والده الأول وقال حسن أظن إن بغرفة الناس طاولة غير مستخدمة ويمكن أن نستعيرها لاستغنينها في تنس الطاولة يبا هنا حسن مدر بيقترح على ثان نفسه يلعب تنس الطاولة فاقترح إن في طاولة في غرفة الراس لم أحد يستخدمها بس قال له الأستاذ منصور فكرة جيدة ولكن علينا أن نستأذن مدرس الراس وعند تحدثهما إلى مدرس الراس قال بالطبع يمكنكما استعاراتها ولكن بشرط أن تحصل استخدامها وتعيدها في العامل في آخر العامل يبقى احنا هنا بيعلمنا أستاذ منصور اللي احنا هنستأذن قبل اللي بناخد أي حاجة لازم نستأذن أصحابها وهما هنا استأذنوا مدرس الراس إن هما يستعيروا الطاولة اللي في غرفة الراس اللي هو لم يستخدمها ولكن المدرس اشترك عليهم شرط أن يحسنوا استخدامها وفعلا احنا المفروض أي حاجة لو احنا استعارينا أو استلفنا استعار دا يستلف استعارنا أو استلفنا أي حاجة من حد لابد الحفاظ عليها وعلى ثان نعيدها تاني بنفس الجودة اللي احنا خدناها منه يبقى اللي يستعير أو اللي يستلف حاجة من حد لابد أن يرجعها وتكون بشكل جيد إن مصابرة التلاميذ جعلت الجميع يستفيدون من أوقاتهم ويشاركون في اللعب كما صارت للمدرسة في نقل جديد يبقى المدرسة بصلا ونلاحظ في الأول كانت عاملة ازاي كان فيها بس ملعب كرة القدم يعني في البداية هي كان فيها ملعب كرة القدم بس لكن هما بمجهودهم وبالاستمرار وبحل المشكلات وبالتفكير قدروا يعملوا في نقل المدرسة الجديد وفيه أكثر من لعبة يعني فيه ملعب كرة القدم وفيه التنس طاولة وفيه كرة طائرة وهنا بقى قيمة المصابرة بتعلمنا عند مواجهة المشكلات علينا البحث عن حلول مختلفة حتى نصل إلى الهدف المرجو وبقى احنا كده مع بعض خلصنا الست قيم من المحور الثالث وهو كيف يعمل العالم وإن شاء الله تظهروني بقى في المحور الرابع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة